هنروح للسلاح، السلاح الحقيقة برضو من الألعاب اللي احنا منتظرين منها ميداليا في باريس عشرين أربعة وعشرين فراعنة سلاح السيف المبارزة الأفضل باختيار الاتحاد الدولي ودي شهادة الحقيقة يعني نعتز بيها وكمان تقييم نعتز بيه ان احنا ماشينا على خطة جيدة لطبعا هذا الاتحاد وهذه اللعبة منتخبنا الوطني ناشيء سلاح السيف المبارزة لناشيئين المبارزة فاس بجازة أفضل فريق على الموسم 22-23 في فعاليات الجمالة مومية كونجرس على الاتحاد الدولي للسلاح والاستضافته مصري يومية 24-25 مبارز كل أحداث كانت على أرض مصر الحقيقة والميديا الرياضية ما خدتش بيها خبر أو ما كلمتش عنها بشكل موسع يعني طيب الكونجرس ده تعامل فين؟ تعامل في مدينة شرم الشيخ اللي هو طبعا يعني مش عايز أقول لكم قد إيه ده يعني كل التحية للاتحاد بالأسف طبعا كابتن حسيني عبد الماليام الحسيني اللي طبعا دايما هو اللي عشي ما الكابتن عماليام الحسيني هو الحقيقة اللي يعني يعني الحقيقة راجل محب جدا لمصر وراجل وطني بشكل كبير طيب الاتحاد الدولي للسلاح قد منتخبنا الجائزة دي بعد تصدره التصنيف العلامي للسلاح سيف المبارزة ناشئين واستلم الجائزة كابتن طاري إيل حسيني نائب رئيس إدارة الاتحاد المصري للسلاح وكان محمد السيد هو اللاعبنا طبعا كان فاز هو كمان بجازة أفضل ناشئ لنفس الموسم بعد تصدره التصنيف العلامي للسلاح تحت عشرين سنة وقدر لعبنا مصطفى طحون أنه يفوز بجازة اللاعب النظيف وده بسبب أنه كان بيلعب ماتش والمنافس بتاعه يعني أدواته بازت راح مديره أدوات من أدواته عشان يلعب بيها يكمل المباراة وقدر المنافسه أن يفوز بالماتش لكن خسر المباراة ولكن كسب كل احترام ده بيفكرني طبعا بالجودو راشوان طبعا كابتر راشوان في الجودو في أولمبياد 82 مع منافس الياباني في المباراة النهائية على الدهب كان نفس الكلام أصيب ومرضاش كسابه هو مصيب وحتى الآن طبعا ليه موضع كبير كدن جدن كابتر راشوان في اليابان نتيجة تصرفه ده اللي حصل معا الناس بتقدر التصرفات دي فطبعا مصطفى طحون فاز بقعب اللعب النظيف خسر المباراة ولكن احترم كل العالم بأنه قد أدواته للعب المنافس عشان يستكمل المباراة في حين لو مداش أدواته كان اللعب خسر وكمان استلم كابتن عبدالله من حسيني رئيس الاتحاد المصري ونعب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح المدالي الخاصة بقاعة المشاهير وده بعد محط اسمه في القاعة وده تكلينا لجهوده في تطوير اللعبة في مصر وأفريقا والعالم خلينا أقول لك أن كابتن عبدالله من حسيني ده كمان قليل عليه هذا الرجل عمل شغل كبير جدا 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 وعمل مجهود مع السلاح لا يوصف والراجل ده نفسه في يوم الأيام يشوف مديري ألمبية مع السلاح وشغال بدون كلام وفي صمت هو واتحاده كله وكان عبدالله من حسيني أو كابتن عبدالله من حسيني كان معانا هنا ضيف في حلقة من الحلقات وكانت حلقة كويسة جدا وأنا كنت سعيد بيها لأن الراجل يعني ليه سمعة دولية غير طبعية وليه ثقة في اتحاد السلاح نتمنى في يوم الأيام نلاقيه هو ومجموعة كبيرة من الشباب اللي طالعين لأنه هو يعتبر لسه يعني في الأربعينات لسه شاب يعني هو كان لعب دولي على فكرة هو لعب أولمبي كابتن عبدالله من حسيني نتمنى في يوم الأيام نشوفهم ليهم دور في الحركة الأولمبية المصرية لأن أنا أتوقع الناس دي لو في يوم الأيام ودي سنة الحياة في يوم الأيام الجيل دلوقتي ولا يمسك ويبقى ليهم دور في الحركة الأولمبية المصرية أكيد الموضوع هيختلف بشكل كبير لأنهما ليهم أمال وطمحات كبيرة الجمع الأممية للاتحاد الدولي تعاملت هنا في مصر الأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط وده بيحضور إيمانويل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وكابتن عبدالله من حسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وعضو اللجنة الأولمبية المصرية وده بمشاركة 135 دولة